السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بكم حبيبي وكل متابعين كنات حنان الوراكي أهلا وسلام بكم حبيبي النهاردة يا حبيبي سنكمل في سلسلة الكريمهات اللي أنا بقدمها لكم وكل كريم أنا بقول لكم ما يبقى البشرة معينة فالكريم وصفة الكريم معانا النهاردة هتبقى الوصفة جميلة جدا جدا وزي ما قلت لكم الأساسي معانا الفوزلين والنشا الكريم بقى متاع النهاردة يعني البشرة كده هوت عدي ترتيب للبشرة عيخلي بشرتك كده بشرة مشركة كده هوت عتبقى خالية من اي مشاكل يعني عتبقى مش عيخلك فيها اي حاجة يعني عيقديلك على اي مشاكل في بشرتك يعني لو انت بتعاني من من حبوب او تجعيد او بشرتك خشنة فيه جفاف في بشرتك طبعا عيعالج اي مشاكل في بشرتك وعد ترتيب يعني هو الاساس الكريم معانا النهاردة كمان اللي هو عيبقى مرتب لقيها للبشرة هيخلي بشرتك جميلة جدا نعم فعنشوف مع بعض بقى حبابي يعني احتاج ليه هنا معانا الفوزلين هوت ده كده تقدار اللي تجيب فوزلين التب موجود في السادلية او عندي العطار والبرده عنحتاج ليه للنشا زي ما نقول لكم دول الاساسي بس في اضافات انا يعني بشيل حاجة بحط حاجة على حسب ايه نوع البشرة فالنهاردة عايبقى معنا اه ده كده زيت بقى ايه زيت جوز الهند اللي عندخله معاه في الوصفة ايه متاعت النهاردة يب احنا 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 احتاج تلات مكونات اه احنا احتاج لمعلقة كبيرة من الفوزلي اه 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 احنا احتاج لمعلقة كبيرة من النشا اه احنا احتاج لمعلقة كبيرة اه من زيت جوز الهند ده وطبع الوصفة ديت هتبقى يعني جميلة جدا جدا بصراحة اه هقولكو بقى ايه هقولك اللي انت يعني هتستخدمي هتطريت بقى عمال الوصفة هتبدا يا حبيبتي اللي انت هتجيبي اه هتجيبي طبق وحتبدا اللي انت هتحط فيه اه اه معلقة كبيرة من الفوزلي نعم اه اه وبعد كده هتبدا اللي انت احتاجيها وبتحطي بتحطي معاها بقى ايه بتحطي معاها معلقة زيت جوز الهند ده وبتبدأي بتحطيهم كده بقى ايه في يعني في سلطانية كده ايه مع بعضيه وعلى حمام بخارة زي كده هوت دي كده ما هي سخنة كنت عاملة فيها كريم من شوية هتبدا اللي انت تحطيهم كده هتحطي معلقة كبيرة من اللي طبعا تبا يمولع البوتاجاز على نار وسط يعني عشان احنا بنساوه بس ايه على حمام ايه بخارة هتبدا اللي انت هتحطي فيها معلقة كبيرة من الفوزلي هنا في السلطانية وعتحطي معلقة كبيرة برضه من زيت جوز الهند ده وبتسيحيهم على حمام البخار لحد ما يعني ما يسيحوا معاك خالص بترفعهم بقى من على النار وتجيبهم بقى على الطبخة وبعد كده بتضيف عليهم معلقة كبيرة من النشا يعني النشا بتقلبي بقى معه في الاول ما بتحط النشا يعني هتحس النشا بعمل زي العجينة كده من تحت في السلطانية يا ما تتخديش قلبي فيه عبتنى تقلبي 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 بحد ايه ما هيختلط هتحس اللي انت وكل ما بتقلبي هو بيبرد كمان فهتحس اللي هو ايه عيتحول معاك الكريم وعيبقى طحفة عيبقى جميل جدا نا وهو نفس الخطوات اللي انا عملتها اللي انا بقول لكم عليها ديت عملت الكريم البرتقان ده هوت يعني بنفس الخطوات كده هوت بالزبط بس كنت حتى بدل زيت جوز العند كنت حتى زيت البرتقان الطبيعي طبعا دي وصفة تانية تقدروا انتو تشوفوا الوصفات اللي انا يعني بقول لكم عليها ديت هنا بقى نيجي بقى ايه في الوصفة متاعته النهاردة طبعا بعد ما تأميري بقى واختلط كده مع بعضه فهتبداي انت بتجيب اي علبة فضي عندك اي علبة بقى ايه متوفرة عندك بتبداي انت بتعبيها من الكريم من اللي انا قلت لكم عليه وبعد كده هوت الكريم ده هوت بتحفظيه في يفضل انت تحفظيها فقال بالتلاجة كلها بتيجي تطلعيها بتستخدميها وحطيها تاني في التلاجة بعد كده هوت هنيجي بقى للاستعماء لاتخسلي بشرتك كويس جدا جدا الاول وبعد كده بتنشي فيها عشان ما يباش فيها اي مية وبعد كده هوت بتبداي اللي انت بتاخدي من الكريم وتدهني بشرتك وبتسيبي على بشرتك كده هوت يعني لمدة ربع ساعة بعد الربع ساعة بتبدأ اللي انت بتشوفي بشرتك والوصفة ديت بتكرريها يعني مرتين كل اسبوع مرتين في الاسبوع الوصفة دي جميلة جدا جدا وبرضو الوصفة ديت زي انا ما بأكد في كل فيديو انا بقدمه لكم يعني الوصفة الكريم اللي انت بتعبيلي ده هوت تعبيليه وما يفاشل انت تطلعي بيه في الشمس لان احنا عارفين الفوزلين يعني بيزيد من يعني بيضر مع اشعة الشمس برا هيضر ايه بشرتك فهو يفضل اي وصفة اللي انا بقدمها لكم ديت لان ديت مفهاش حاجة تحميكي من اشعة الشمس فدي وصفة يعني بتتعمل في البيت بس هي علشان تخلصك من اي مشاكل في بشرتك يفضل انت تستخدميها تعملها بالليل تعمل الحكاية اللي انا بقولك عليها ديت بالليل بس ما تعملهاش ما تدينيش بشرتك وتتلعي بيها ايه في بره فديت بس ايه برضو انا بأكد في كل ايه في كل فيديو ايه كده اه اتمنى حبيبي للفيديو النهاردة يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه بحبكم جدا جدا في الله حبيبي كان معكم حنان الوراكي امو نادا وفاتحي يا ريت اللي لسه انتبعني لاول مرة فضلا وليسا امرا حبيبي لو الفيديو عجبكم القناة عجبتكم وبتستفدوا منها يا ريت اللي انتو تدعموني كده حبيبي بالاشتراك في القناة وما تنسوش تفعل الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتي وكل جديد اللي بقدمه في القناة اول باول لا يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منتظر اعرف رأيكو كده في التعليقات وتقول لي ايه رأيكو في الوصفة يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة